الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الخاصة بالاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية لمشروع الدلتة الجديدة وذلك ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء واستصلاح الأراضي جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري الرئي والزراعة وقائد القوات الجوية ومستشار رئيس الجمهورية للتغطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين المعنيين اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة واللواء تامر مختار مساعد قائد القوات الجوية للشؤون الهندسية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي الدلتة الجديدة والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر على امتداد محور الضبع بواقع مليون فدان في مراحله الأولى قابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية المستقبلية حيث يضم المشروع في نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع مستقبل مصر وقد اطلع السيد الرئيس على تطورات الموقف التنفيذي للمراحل الحالية والمستقبلية للمشروع فضلا عن تفاصيل البنية الأساسية وكذلك توفير مياه الريء والتكلفة المالية وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز التنصيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية لمشروع الدلتة الجديدة وذلك ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء واستصلاح الأراضي ويساهم في استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وتحقيق الأمن الغذائي ومن أهم تلك العناصر هو توفير مياه الريء اللازمة لاستصلاح الأراضي الزراعية الجديدة المستهدفة بالتنمية وكذلك لاعتماد على نظم الريء الحديثة والذكية إلى جانب انتقاء نوعية المحاصيل الزراعية التي تتوافق مع طبيعة الطربة والمناخ لهذه المنطقة وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة ومردود زراعي وانتاجي كما وجه السيد الرئيس بالتركيز على إقامة المجمعات الصناعية في إطار المشروع التي تعتمد على الانتاج الزراعي المتكامل بدءا من زراعة المحاصيل وحصادها بأحدث الآليات ثم الفرز والتعبئة والتصنيع بما يساعد على العديد من فرص العمل الجديدة فضلا عن تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي المنشود لصالح الأجيال الحالية والقادمة